من سجني الحراش والقليعة في الجزائر خرج أبرز نجوم السوشيال ميديا بعد قضاء ستة أشهر فيهما بعد ملاحقتهم في قضية هزت الرأي العام الجزائري بداية هذه السنة تمثلت في تهم النصب والاحتيال على عشرات الطلاب الجزائريين الرغبين في إتمام دراستهم بالخارج وين تم تبرئة ساحة المتهمة للزول نوميديا من آثار المتابعة المنسوب لها المتابعة لي كانت منسوبة لها المتعلقة بالمشاركة في النصب على جمهور وتبيض الأموال قضاء المجلس اليوم بعدما شافوا أن سيدة للزول نوميديا مع داعة علاقة بالاتهام المنسوب لها من طرف محكمة الدار البيضاء أعادوا تكيف الواقع من جرم المشاركة في النصب على جمهور إلى المشاركة في النصب وتبيض الأموال وقدروا الواقع تقديرا سليما وفادوا المتهمة للزول نوميديا مجلس قضاء الجزائر أصدر أحكامه النهائية في ملف المتهمين البالغ عددهم 13 متهم بإصدار أحكام تراوحت بين 6 أعوام و6 أشهر حبسا نافذة هذه الأخيرة التي صدرت في حق مؤثرين مشهورين محليا وهما فاروق بوجملين المعروف بريفكا ومحمد أبركان المعروف بستانلي أما فيما يخص فاروق بوجملين المدعو ريفكا فتم تأييد الحكم مبدئيا وتعديله بخفض العقوبة إلى سنة منها 6 أشهر نافذة و6 أشهر موقفة التنفيذ قضية النصب على الطلبة تمثلت في وجود شركة قدمت وعودا للمئات بالدراسة في الخارج مقابل أموال تقاضتها بعد أن روج لنشاطها مؤثرون فوجئوا بعد أشهر بأن الشركة وهمية وأنها قد تلاعبت بمستقبل الطلبة وإن كانت المحكمة قد بتت في هذا الملف فإن نشاط المؤثرين وتعاملاتهم التجارية لا زالت تثير جدلا من النحية القانونية نازروات سكاينيوز عربية الجزائر